حدثنا روح حدثنا همام حدثنا عبد الله بن أبي حسين المكي عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبلا أن ينصري فويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لظنب يدركه إلا الشركة فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العطل الزنيم فقال هو الشديد الخلق المصحح الأكل الشروب الوجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحب الجوف حثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بهرامين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخاف أن تكون هذه الضباب حنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يدخل الجنة الجواز الجعظري والعطل الزنيم قال هو سقط من كتاب أبي حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهرامين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لو اجتمعتما في مشورة ما خلفتكما حدثنا روح حدثنا عبد الحميد بن بهرامين قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنمين أن الدارية كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامين روية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء براوية فلما نظر إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال هل شعرت أنها قد حرمت بعدك فقال يا رسول الله أفلا أبيعها فأنتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذبوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمناها حرام حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر شهر عن أبن غنمين أن الدارية كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فأذبوه وجعلوه إهالة فباعوا به ما يأكلون حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تحل أو حلي بخز بصيصة من ذهب كوي بها يوم القيامة حدثنا سفيان عن أبن أبي الحسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشأون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنة